قائمة المطلوبين للحكومة العراقية التي انتشرت في وسائل الإعلام ما تزال تثير جدلا داخل الأوساط الأمنية والسياسية والشعبية فظهورها في هذا الوقت وهي تحمل الكثير من الأخطاء كونها تحوي أسماء لمقتولين أو من تم إلقاء القبض عليهم منذ سنوات اعتبره مراقبون جاء لأغراض سياسية قد تكون لإضعاف الموقف الحكومي أو لتنشيط خلايا حزب البعث المنحل وتحركهم لتأييد شخصيات مقربة مشاركة في الانتخابات النيابية يبدو أن هذه القوام هي من مصادر غير رسمية وتم تسريبها ربما لأسباب سياسية القائمة الأولى التي صدرت فيها الكثير من الأخطاء وهي تشبه قائمة انتشرت على مواقع الأنترنت في عام 2008 تلك القائمة أيضا كانت فيها الكثير من الأخطاء هذه القائمة قيل أنها محدثة يسمون بعض المقتولين بالمطلوبين وهذه حقيقة خطأ كبير خاصة في من يتابع ويراقب مثل هذه الملفات ونتيجة لعدم إصدار الجهات الحكومية أو الأمنية بيانا رسمي لنفي أو تأكيد هذه القائمة المسربة من المطلوبين أثيرت العديد من التساؤلات كون القائمة الأولى لم تشمل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أو عزة الدوري لتظهر بعد أيام قائمة أخرى تحويذات الأخطاء لوجود مقتولين فيها أو محكومين لكنها تضمنت اسم البغدادي كانت هناك قائمتان استاذ أحمد قائمة دولية وقائمة محلية القائمة المحلية وردت فيها أسماء المقاتلون المحليون والقائمة الدولية صدرت فيها أيضا أسماء للمقاتلين العرب والأجانب والمهاجرين وهؤلاء أيضا لا يمكن القبض عليهم إذا كانوا بالخارج ولم يكن هناك تعاون وطيد بين الأجهزة الأمنية العراقية والأجهزة الأمنية الأخرى السيامة الأنتربول المتحدث باسم وزارة الداخلية كشف أن قائم المطلوبين هذه تصدر من الشرطة الدولية الأنتربول بعد صدور أوامر من الجهات القضائية المحلية بالقبض عليهم وإن الأسماء التي ذكرت وبينها البغدادي من أبرز المطلوبين للقضاء العراقي طبعا بفترة فترة تكون هناك قوام المطلوبين ووزارة الداخلية معنية بعملات المتابعة والتنسيق والتنفيذ باعتبارها جهة تنفيذية ما يخص طبعا أيضا مؤثرة حول عدم وجود مذكرة قبض بحق المجرم البغدادي نؤكد ذلك بأن وزارة الداخلية ومن خلال التنسيق مع الجهات القضائية توجد مذكرة قبض ونشر حمراء من خلال انتربول لمتابعة هذا الموضوع ويرى بعض المراقبين من غير الضروري نشر الجهات الأمنية العراقية قوائم ومنشورات للمطلوبين كونها قد تؤثر على نتائج التحقيقات وسريتها أحمد عرام الحرة بغداد